تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم إن شاء الله بدنا نيجي نشوف الفيديو المهم جدا وهو عبارة عن ميزات خطيرة ورائعة وراقية حاجات مزبطة لوز اللوز في أجهزة شاومي واليوم بدنا نحكي عن جهاز اللي هو البوكو إكس تري برو هذا البوكو إكس تري برو جهاز رائع بمعالج 860 سناب دراجون معالج يعني ممتاز جدا للألعاب مواصفات الجهاز مواصفات كويسة وسعره كمان سعره كويس فإن شاء الله بدنا نيجي نشوف مع بعض المميزات الموجودة في البوكو إكس تري برو لا تنسى الله يكون اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يصلى بكل جديد يا حبيب وخلي ويلا خلينا نروح للفيديو يا أحلى متابعين في العالم كله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله أول حاجة في عنا بالنسبة للجهاز اللي معاي أنا جهاز البوكو إكس تري طبعا الحاجات اللي بدوريجيكيها موجودة في البوكو إكس تري برو وموجودة في أجهزة شاومي يعني في واجهة شاومي أم آي وآي لكن في شغلات هنا موجودة مش موجودة في أجهزة أخرى خاصة إنه هذا الجهاز اللي معاي اللي هو واجهة شاومي الجديدة أم آي وآي 12 ونص زي ما انتوا شايفين 12.5.2 آخر تحديث وصل لهذا الهاتف لحتى تصوير هذا الفيديو نيجي الآن لو طلعنا على مركز التحكم مركز التحكم لو وجينا حرك نازل هيك بتلاقي إنه هنا اللي هو الانخفاض وارتفاع الإضاءة في الشاشة بيكون سابت ما بيتحرك تحت هذا أجهزة بفضل الواجهة الجديدة في الواجهة القديمة ما كان موجود وكمان عندنا لو وجيتي هيك نزلت مركز الإشعارات وحركت إلى اليمين نزلت مركز التحكم حركت إلى اليمين بيجي مركز الإشعارات وحركت إلى اليسار بيجي مركز التحكم وحركت إلى اليمين بيجي مركز الإشعارات زي ما انتوا شايفين سواء من أي منطقة كان من تحت من فوق من أي مكان كان هذا أول شيء أحب أتفرجيكم إياه ثالي شغلة فيه اللي هو هذا مركز التحكم ممكن أن يكون عندك الجهاز فيش فيه مركز التحكم بتيجي على اللي هو الإعدادات وبتكتب هنا مركز التحكم لو أجيدي هنا على مركز التحكم بنلاقي إنه عندك فيه مركز التحكم ما يعمل مع الإصدار الجديد ومركز الإشعارات هذا بس إيش؟ الحين إحنا فيه عندنا شغلة لما إيجي أنا بأقفل الجهاز وفيه عنده هنا العناصر التي تظهر على شاشة القفل بعد التمرير أنت عندك الجهاز أنت قافله زي هيك ولما أنت قافله بتقول أنا بدي الإشعارات لما أنتيجي ما بديش حد يشوفها بتيجي إيش تعمل؟ بتيجي تعمل كالتالي مركز الإشعارات لما هيك بتقفله وهيك مركز التحكم يعني أنت لما بيجيك إشعارات من أي من كان والجهاز مقفل ما بحد بيشوف الإشعارات إلا بعد ما أنت تفتح الجهاز وهذه ميزة كتير كتير وفيه ناس كتير هذي الميزة بيدوروا عليها علشان يخفلوها الثاني شغلة فيه عندنا المنزل الدكي المنزل الدكي هذا ممكن تفعله بيجيك اللي هو مع مركز اللي هو التحكم في حالة إنه هذا أجا في أندرويد 11 هذا مركز اللي هو الدكي أجا في أندرويد 11 الآن بنا نجي نشوف لو جينا نزلنا مركز التحكم جينا هنا على الإعدادات وفيه حاجة اسمها الإشعارات ومركز التحكم وجينا هنا فيه عندنا نمط مركز التحكم فيه عندنا هنا نمطين النمط الإصدار القديم والإصدار الجديد لو اصداره القديم هاي الاصداره القديم انتو عارفينه بيصير عندك اللي هو من اي حاجة من اليمين او من اليسار بيكون عندك اللي هو بيجي مركز التحكم زي هييك مع الاشعارات مع بعض اما انت لما بدك تجي تفعل هذا الحال وهذا الحال في الجديد بتفعله مع الاصدار الجديد بيجي هكي Programs زي هيك او ممكن تحركه مع النظام الجديد زي هيك زي ما انت شايف فهذا ممكن تستخدمها في اللي هو الهاتف تاني شغلة في عندنا هنا اللي هو خلينا نرجع لها تاني في عندنا هنا الإشعارات ومركز التحكم ممكن أنت مع قفل الشاشة إشعارات قفل الشاشة يعني لما الشاشة تكون مقفولة بيجيك إشعارات من هذا كله ممكن تتحدد اللي هو عرض محتوى الإشعارات يعني أنت ممكن تعرض محتوى الإشعارات كله في حالة اللي هو قفل الشاشة في حالة اللي هو القفل عرض الإشعارات وإخفاء محتوياتها لا تعرض إشعارات أنا بحب دائما أنه لا تعرض إشعارات شاشة القفل لأنه ممكن أن تكون واحد معك الجهاز أو يكون يشوف الإشعارات والشاشة مقفولة وهذا أنا بحب ذات تاني شغلا فيه الإشعارات المنباثقة وcciones الإشعارات المنباثقة مؤقتا يعني كيف الإشعارات المنباثقة اللي بتيجي إخفاءها لمدة دقيقة ممكن تخفيها لمدة دقيقة ممكن حتى قفل الشاشة ممكن لا تخفيها أنت حر في هذه الحالة في عنا هنا إشعارات إيش الشعارات هذه الحrichtenة ما يجيك اشعارات بتيجي على اللي هو التطبيق بيجيك نظام اشارات وأيضا ما يأتي على الشعارة الموجودة مثلا هذا مثلا لحاسب الإعدادات كلها بيجيها اللي هو أشارة في الإشعارات إشارة 2. �ゲفظم ممكن تجعلها تتحكم فيها نظام رقم و نظام شعارة ون expert انا هنا في شريط الحالة لو جينا على شريط الحالة مؤشر البطارية مؤشر البطارية في عندك انت ممكن يجيك نظام اللي هو 100% زي هيك جنب اللي هو هاي مسلا 72 جنب الرسمة ممكن يجيك بشكل اخر لو جينا هنا هيك هي جوا في داخل البطارية ممكن يجيك بشكل هيك بدون اي نسبة مقاوية انا بحب دائما انه اختار هيك انا هيك بحب يكون عند 72% برد مش في داخل البطارية ومرات ممكن يجعبها للواحد يعمل زي هيك انت حر في الاخر بيرجعلك الامر في عندنا هنا اخفاء النتوء في الشاشة شايف انت الشاشة ممكن يكون اخفاء النتوء زي هيك ممكن تختاره ممكن تختاره زي هيك طلعك يفسر فوق عندك طلع فوق انت طلع فوق في الهاتف طلع قاعد انت حر السواد هذا بيزيد انا بحب انه هيك النتوء يكون افضل لانه الشاشة بتصير اكبر في النتوء في التطبيقات الفردية كمان ممكن تتحكم في النتوءات في التطبيقات الفردية يعني انت في كل التطبيقات اللي موجودة عندك هنا ممكن تتحكم في النتوء مثلا فيسبوك ممكن تقول له تلقائي او اظهار النتوء دائما لاحظ هنا في عنا بالنسبة لاجهزة البوكو خاصة البوكوكستري برو يعني في اجهزة البوكو لو ضغطنا ضغطه طويلة زي هيك بيجيك عنا هذه الشغلة في عنا هنا الاعدادات وفي عنا هنا الاضافات وعنا هنا خلفية الشاشة لو اجينا هنا على الاعدادات وهنا على المزيد واجينا هنا اللي هو تخصيص التخطيط ممكن انت تيجي اتخصص التخطيط للتطبيقات عندك اللي هو انا عندي هنا واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة اللي هو خمس تطبيقات ممكن اخليهم اربع تطبيقات ممكن أخليهم 3 تطبيقات في الشاشة الرأسية مثلا لو أنا اخترت أربعة تطبيقات وقلت له تعيين صار عندك أربعة تطبيقات فقط في عندنا كمان لو ضغطنا ضغطة طويل نرجع تاني نورجيك هالشغلة كمان اللي هو اللي هو أربعة في 6 أو 3 في 6 أو 5 في 6 يعني انت ما بدك خليها طبعا إيش في 6 هاي تعيين يعني هيكون عندك 1 2 3 4 5 في 6 اللي هو أسطر 6 أسطر أفقية في 5 أيقونات اللي هو 6 أسطر أفقية في 5 اللي هو أيقونات اللي هو رأسية هيك هيكون تمام هذا اللي هو ممكن تتحكم فيه انت في عملية اللي هو الشاشة اللي موجودة معاك بالنسبة لموضوع الشارات الشاشة الرأسية هنا منلاقي فيه اسم إشارات الإشعارات الشارات اللي عندك الإشعارات ممكن تكون رقم وممكن تكون دائرة شو هالإشعارات الإشعارات لما انت بجيك إشعار بجيك هنا على اللي هو التطبيق مثلا اليوتيوب بأجي اشارة جنبه هنا. ممكن لجي اشارة او بجيك رقم. يعني انا لو ضغط زيك. اشارة زيك بتجي اه اشارة مثلا زي هيك ممكن تجي او ويجي رقم. الرقم دائما افضل من الاشارة. وانا بفضل انك تحطها الاشارة نظام رقم. في عنا هنا ممكن انقر مرتين على شاشة القفل. ممكن تنقر مرّتين على شاشة القفل. ليش? اللي القفل الشاشة ها. لو جينا نقرنا مرتين ونقرنا مرتين. مرتين بتفتحها ومرتين بتسكرها للشاشة وعننا هنا بالنسبة للبصمة ممكن تتفاعل البصمة ها طلع وبعدين البصمة طيارة بالنسبة للبصمة البصمة رائعة وطيارة جدا جدا وسريعة في جهاز البوكو خاصة بعد التحديث الجديد كمان ضفونا بالنسبة للتحديث الجديد اللي هو النغمات النغمات الإشعارات نشوفي شو ضفونا لو لاحظنا هنا على الصوت والاهتزاز على الإشعارات عنا حطونا الأصوات يعني الأصوات اللي هي الجديدة اللي حطونا إياها عندما يأتي على مور ويأتي على اختار نغمات من الانترنت ستجد أنه هناك نغمات جديدة وصلت عنها نغمات اللي هو من الطبيعة نغمات سبع نغمات يعني زيادة حطوناها للإشعارات هذه في الواجهة الجديدة وكمان عندنا في الواجهة الجديدة حطونا أنه عند الجهاز نعمله عملية للقفل اللي هو إعادة تشغيل بتلاحظ أنه الشاشة عندما تفتح بيعطينا صوت ليس زي ما كان في الواجهة 12 نجي نشوف مع بعض إيش ده يصير وصارت أسرع في عملية الفتح هاي بوكو قبل كانت النظام ملون ومن غير الصوت صارت اليوم نظام أبيض أو شفاء أبيض هيكة بصوت في عنا حاجة حلوة كتير كتير في أجهزة شاومي فخاصة في الجهاز موجود معنا لو يجينا نعمل لقطة شاشة طبعا كلنا متعودين لقطة الشاشة من ثلاثة أصابع بتعمل زي هيكة لقطة شاشة وبتعمل تمرير طلع كيف بيصير معك بيعمل عملية تمرير لكل الصفحة الموجودة معك بيعمل بياخد لقطة شاشة شايف كيف بحرك ها بياخد لقطة شاشة كاملة متكاملة لكل صفحة الفيسبوك او الصفحة الموجودة امامك لو ازا بدكاش انت اكتر منك بتقول له تم فهي جعب بياخد لقطة شاشة كل لقطة شاشة نقول له مثلا طبعا بيضلوا مستمر عبي ما يخلص تمام هاي اخد لقطة شاشة ولو جينا لقطة الشاشة اللي اخدها منعملها طبعا ما اخدها منعملها انا حفظ ونروح نشوفها خلينا نشوفها وهي الصور نيجي للصورة اللي اخدناها لقطة الشاشة وهيها طلع كيف صارت وبتقدر تمشي فيها بتكبشها فانا كبرتها وبامشي فيها كاني بتصفح في الفيسبوك نفسه في كل لقطة الشاشة وبهيك هذي كانت برضو طريقة حلوة كتير كتير وعجبتني لو جينا ضغطنا ضغطة طويل ازاي هيك على الشاشة بتلاحظ هنا فيه اشي اسمه هنا الاعدادات وفيه هنا تأثيرات التنقل ممكن التنقل بين الصفحة تغيره النظام تضاؤل طلع كيف او دوران كيف دوران او صفحة ايش بيعجبك انت اخد ها مثلا بدك تاخد نظام اللي هو صفحة ها ناخد هذا النظام صفحة خلاص اطلع منها ها طلع كيف التنقل لو اخدنا نظام تاني اي الاعدادات وتأثيرات التنقل ناخد دوران نجرب نظام دوران صار التنقل بين الصفحات وانت بتختار اللي بدك اياه والان نيجي للسر الخط اللي تحت شايفين هذا الخط اللي تحت الموجود هذا الخط مش اللي لها موجود هذا اله سر سره كالتالي وهو التنقل بين التطبيقات اللي انا اجيت زي هيك اجيت للتطبيق اللي قبله كنت تفتحه اجيت زي هيك ها هذا اللي كنت فتحه انا قبل هيك جيت هيك للي قبله اجيت هيك للي قبله طبعا لازم يكون خط ظهر قدامك عشان تتتحرك او تتنقل بين الصفحات ها ممكن خلصنا هيك نجعل يمين ها 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 شايف كيف هذا سر الخط اللي موجود عندك في اسفل الشاشة وهو التنقل بين التطبيقات يعني هذا اعتبر زي الخط اللي موجود في الايفون نفس الاشي في عندنا هنا النوافذ المنبطقة كيف يعني لو جينا هنا على الفيسبوك وهاي الفيسبوك انا عندي شغال تمام التمام وجيت انا نزلت اللي هو مركز التحكم في عندنا هنا شغلة شايفينها اسمها النوافذ المنبطقة وضغطنا عليها زي هيك اصبح عندنا الفيسبوك لحاله شايفين انا بقدر اتحرك في الشاشة وافتح البدية وهيو بقدر احركو مسلا انا بدي هاي النوافذ المنبطقة هايو بقدر احركو وين ما بدي لو انا بقى اضغط عليه اللي هو نقرز هيك بيكبر ممكن بسحبه لتحت لو سحبته لتحت بيكبر على مضال اللي هو صحيح طلع كيف ها انا الان فتح الفيسبوك وبقدر انا ايش اجي مسلا على اه مثلا الملاحظات باجي اشتغل في الملاحظات وباجي اعمل اي حاجة وانا اصلا كمان شغال في اللي هو تطبيق اخر هاد اسمها النوافذ المنبطقة لو جيت انا ضغط عليها ضغطة النقرة واحدة النقرة بتكبر نقرتين اللي هو انا لو جيت هنا اه سحبته زي هيك نقرة واحدة بتكبر ولو جيت سحبتها هتسحب معنا ما في مشكلة لو جينا اخدنا مسلا اليوتيوب خلني جينا اخد اليوتيوب في حاجة هنا كمان لو جينا ضغطة ضغطة زي هيك وروحنا على الاعدادات وعلى المزيد وعلى الشاشة الرئيسية وهانا قلنا لاظهار حالة الذاكرة يعني هادي لما انت تيجي مسلا تعمل هيك بيجي هنا عندك اللي هو من تمانية جيجا انا عندي اللي هو جهاز متوفر خمسة فاصل اثنين جيجا من اللي هو التطبيقات اللي هي طبعا يعني التطبيقات المفتوعة في الخلفية او الجهاز مستهلك من الرام اللي هو من اصل تمانية ضايل عندي خمسة فاصل اثنين يعني حوالي اثنين فاصل تمانية مستهلك من الرام لو اجينا مسحناهم زي هيك نشوف اشي صار عندي خمسة فاصل واحد مستهلك من الرام ولو اجينا للتطبيقات اللي مفتوحة في الخلفية كل التطبيقات اللي مفتوحة عندك في الخلفية تطلع معيها لو اجينا للتطبيق المفتوح في الخلفية بدنا ناعتبروا انه التطبيق انه يضلو شغال انا بدي يستهلك من الرام او ما يستهلك من الرام. وليكن انا عندي تطبيق في الخلفية مفتوح هاي مسان فيسبوك. باجي عليه زي هيك. لو ضغط عليه ضغطة زي هيك. القفل لما يكون مفتوح هيك انه بيكون مفتوح في الخلفية يعني بيستهلك من الرام. بدي اسكره. بضغط عليه ضغطة زي هيك بيستم تسكيره في الرام. تسكيره في الخلفية. اضغط عليه ضغطة هاي مسكر. بضغط عليه ضغطة بفتحه. في الخلفية. يعني ممكن يستهلك من الرام. ازا كان مفتوح في الخلفية. اذا انت بس ان بتحمل ولا اشي بتخلي مفتوحة افضل عشان ما يسكرش معك في عملية التحميل. بنيجي هانا نفس الاشي ضغطة طويلة اللي هو عندك المزيد. فيه هنا حاجة اسمها الخلفيات. وبنيجي هانا. طلع معي هنا. الدرج التطبيقات ممكن اخلي الخلفية اه فاتحة او ايش او غامجة. كيف يعني? هاي هنا مثلا النظام. لو جيت هيك ما حركت. اللي هو هيك اصبح الخلفية عندي لونها بيضا. نشوف كيف. ها هي تعيين. لو هي درج التطبيقات. طلع? هاي درجة التطبيقات. ايش الخلفية بيضة? مثلا انا بديش الخلفية هيك. بدي الخلفية شفافة زي ما كانت. باجي هنا على المزيد. وعلى الخلفيات. وباجي اعملية بسحة. ممكن تخليه نص نص. مثلا هاي نص نص. نص نص. يعني هاي شايف كيف? ها ها. ممكن انا اعمل اللي بدي اياه يعني في عملية اللي هو خلفية. اللي هو هاي الخلفيات من مكان هادي. ممكن اعمله داكن. اللي هو لونه اسود. ممكن اعمله خفيف. يعني انت بتتحكم في وبتعمل اللي بدك اياه في عملية خلفية درج التطبيقات في البوكو. لو جينا نزلنا مركز الاشعارة مركز التحكم في عينها نبث الشاشة ممكن تخلي الجهاز انت يبث على الشاشة بتعمل زي هيك. ولازم طبعا الجهاز يكون اللي انت مشغله يكون بيستقبل اللي هو استقبال من الهاتف اللي هو اللي بسمه اني كاست او ميني كاست. هادي بيكون يستقبل يعني اي جهاز شاشة ممكن يكون فيه هادي اللي هو الاجهزة الجديدة او ممكن تشتي له قطع كتير وانا كمان عملت فيديو على هذا الموضوع ممكن اعطي لكها في العلامة البيضاء علشان تشوف كيف انت ممكن اثبت من الهاتف الى اللي هو الشاشة الذكية. في عينها حاجة ممتازة جدا وهي انه انا بعمل سكرينشوت وباجي بدعملها ارسال. في هنا حاجة اسمها حدف بعد المشاركة بعمل هيك باعلم عليها. مثلا انا بدي اروح ابعتها مثلا لا تليجرام لا ويمجا بتعملها ارسال وبتم حدفها من الجهاز تلقائي يعني مساحة الجهاز بصيرش فيها تخزين اي حاجة. وهذه ممتازة جدا وحركة ممتازة جدا في اجهزة شاومي وخاصة في البوكو اكس تري برو. وفي هنا كمان حاجة رائع جدا هذه الميزة. بتيجي بعد تطبيق الحماية وبتيجي بعد تطبيق الحماية فيه هنا ينزلها تحت المسرع الألعاب. مثلا انا هي عندي مسرع الألعاب عند الببجي باجعل اعدادات طبعا يفضل انك تشتغل هذا يعني توفير هالميزة في الأعدادات اللغة الانجليزية. بيجيهاد اعدادات الاضافية. وهي على الببجي في لعبة الببجي. هنا استجابة اللمس بدي اجابة المس وحساسية النقر. وهنا في عندها لما بمسك الجهاز زي هيك في هذا المنطقة. هذه المنطقة ممكن تتحكم في اللمس تباحها. ممكن تخلي هالمنطقة صغيرة. اللمس تباح يكون اللي هو كويس. وهنا طبعا هان لا شيء. يعني ممكن تخلي المنطقة هادة اللي هي اللي شايفها باللون الاحمر. تكون اللمس فيها ايش? يختلف عن المنطقة. لا بفا انت بتلعب فيها زي ما بدك. وبتعدل فيه كمان اللي هو صور محسنة. ممكن تخلي اللي هو الاعدادات اللي هو الرسميات قوية هيك او هيك. ايش ما بدك انت بتتحكم فيها? وهدي تستشغل معك مية في المية في اعدادات اللغة الانجليزية. في هنا عندنا وضع اسمه وضع التركيز. هذا الوضع ممتاز جدا انت مسلا بتيجي بدك تقرأ اشي بتكاشى حد يشوش عليك تجيك الاشعارات من من التطبيقات وتشوش عليك في عملية مسلا انتك تركز في شغل معين في الجهاز. وهو بتيجي عندك هنا نزل مركز التحكم. هي مش موجودة هنا بتضغط على اللي هو القلم هادة. بتضغط عليه ضغط زي هيك. بيجيك هاد اللي بدك تشيله واللي بدك تحطه. بدنا نضيفها هي وضع التركيز. شايفوها هي شكله. هي رمزه بتحطه هيك. الان نضاف. خلنا ما الرجوع. وهي وضع التركيز. وبتضغط عليه زي هيك. ايش بيصير هنا? بتروح مسلا اليوتيوب بديش يجي منه اشعارات مسلا هيو. اللي هو التفعيل الان. بيقول لك وضع التركيز. يتم ايقاف التطبيقات المشتت الانتباه مؤقتا. يعني انت هيو حانا. الحين بتقدر الان اليوتيوب تغير لونه. طلع كيف لونه? اصبح لونه اللون مش احمر لونه لونه عرمادي. فهيك انه هو وضع التركيز. اليوم ما بيجيكاش اشعارات من اليوتيوب ولا اي حاجة. بتقدر تحطه وقت معين. بتقدر تحطه زي ما بدك. تمام? تمام? وهذا اسمه وضع التركيز. بتقدر تلغيه من هنا. وهي هيك. لو ضغط عليه ضغطة طويلة زي هيك. بيجيك اللي هو الكلام لان بده الغيه هين لغيته خلاص تمام. واللي اجينا بعد ميزة اتناعش ونص اللي هو لو ضغطنا هيك على الصوت بتلاقي انه الشكل الصوت تغير للاحسن ولا الافضل من السابق. وبعدين انت لو عملته صامت اليوم الجهاز للمكالمات بتقدر مسلا تعملوا صامت بكل المكالمات فقط لغير. بيكون مسلا بدك تحدد اللي هو الصامت للمكالمات ويجيك اشعارات بصوت. وعندك يعني هادي الميزة ممتاز جدا يعني بفصل بين اللي هو الصامت للصوت اللي هو المكالمات او غير ذلك. فهذه كانت اللي هو ميزة برضو حلوة كتير. وهنا خلينا نورجيكم اخر اشي في هذا الفيديو. معلش طولنا عليكم لانه هي شغلات مهمة جدا. فيه هنا شغل اسمها الاضافات. وبعد الاضافات بدك تضيف البدكية. بتلاحز عاجات كتير هنا. هنا عندك المصباح. هنا عندك ويانات الجوال. كل حاجة. مسلا المصباح. وتم اضافة المصباح. بتعمل على المصباح اضاء. يعني بتقدر تضيف اللي بدك اياه على واجهة الهاتف. وهذا كان الفيديو هيك تقريبا. وباقي الفيديو انتهى. ميزات حلوة كتير كتير. اتمنى نكون عجبتكو. لا تنسى الله يكون اشتراك في القناة وتفعه على الجرس. ونلتقي في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.